بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله برحة لكم عزيزة الطلاب موضوع اليوم سيكون عن Gama Correction معظم مشاكل الطلاب يكون عنده صورة ممتازة رائعة جدا ولكن يسيبها تطلعها كثير معتمة او كثير فاتحة هذا الخطأ يكون بسبب Gama سنعرف تعريفها اليوم علاج مشاكلها ان شاء الله بابسط طريقة ممكنة بس لازم اولا نشرح شو المشكلة Gama By Default هي قيمة معينة 2.2 هذه الصورة نتيجة Gama 2.2 وهذه الصورة نتيجة حفظ الصورة بGama 1 من وين يتأتي هذا الشيء؟ قبل نعرف تفسير Gama لكي تكون أمور منطقية وعلمية أكثر Gama هي عبارة عن تغيير من اللون الأسود لللون الأبيض هذا الكيرف في التغيير اسمه Gama كل مكان سموثي أكثر كل مكان مناسب أكثر طيب فعليا لماذا قيمة Gama 2.2 باستمرار؟ الآن الفرق فعليا بين الحياة الواقعية والعين التي ترى هناك قيمة للإضاءة والشاشات كيف تعرض نفس الإضاءة بالضبط فعشان تتعادل وتترجم هذه القيمة بالضبط لازم تكون قيمة Gama اللي هو معامل اللون الأبيض 2.2 عشان يشابه الواقع بس هي عبارة عن تشابه بين الحياة الواقعية والشاشة الكمبيوتر على اساس تكون نفس القيمة بالضبط بعد الفحص و بعد الدراسات اكتشفوا أن قيمة Gama الضروري تكون 2.2 بس عشان هده السبب اللي بخلينا نشغلها Input و Output كيف علاجها في برنامج 3D Max لما اختار بالماكس بدي اطلع صورة وهي الصورة طلعتها ممكن اذا كانت صورة واحدة تعالج بسهولة عن طريق الكيرب في الفوتوشوب في البوست بوداكشن لما نتكلم عن فيديو بتحرك سيكوينس مثلا 200 صورة معين تبدي اعالجهم كلهم صعب مرات بيجيني Gama في مشاكل من نفس الفايل خاصة في الفايلات القديمة بيجي فيها Gama في مشاكل مرات بيجيني Gama في مشاكل من نفس البلوك لانه اول ما بعطيني شاشة ميسج مع البلوك بعطيني انه مسماتش Gama Correction ننتبه لما يكون مسماتش انه في عدم تطابق بين Gama اللي عندك اصلا والغامل اللي جاي من الفايل من Customize نقدر نعرف كم Gama Correction قيمتها هي By Default 2.2 ممكن اقل القيمتها او ازيدها اتمنى ما نعرف القيمة هاي عند الحفظ لما احفظ صورة من صور الرندر عن طريق save بامكاني اني احفظها مباشرة لانه هي منطقة Gama او اعطي Override اذا كانت مثلا كثير فاتحة اغمقها نوعا ما اعطيها 1 اذا كانت غامقة افتحها اكثر اعطيها Override اكثر من 2.2 فموضوع بصراحة بوجه الرأس العلاج السهل والسريع هم عبارة عن امرين داخل الماكس بعاجه لكل المشاكل بدون ما ادخل فيها تفاصيلها كاملة عن طريق Script نعمل New Script و اعطي كود بسيط ايش الكود اللي هو File In Gamma فايل In Gamma يقرأ لي كم قيمته فبعطي Evaluate من Tools Evaluate All او Evaluate مباشرة وين القيمة بالاسفل تحت بالاسفل او ممكن افتح اللي سنر بقيمة خاصة بجدول خاص اطلعت القيمة بالاسفل فممكن تكون القيمة هي عبارة عن ناتج لانا بطلعه في المنطق الوان فعطاني انه File Input لنا Gama 2.2 طيب نعطي Enter كما نعطي File Out Gama بدون بيكون فراغ بينهم كلمة واحدة وعطي Ctrl E فعطاني 2.2 ممتاز طيب متى ما يكون عندي مشكلة لم يعطيني قيمة زهون واحد او اثنين او ثلاث طيب شو العلاج العلاج برضو سهل جدا هعطي File In Gama يساوي الآن وعطي 2.2 سوري انا بكتب هون لازم اكتبه هون أعطي File In Gama يساوي 2.2 وعطي 2.2 وعطي Ctrl E Evaluate الآن حتى لو الجاما عالي واطي ما عنده مشكلة الآن الجاما تزبط على 2.2 Enter هعطي الآن File Out Gama يساوي 2.2 وعطي Ctrl E Evaluate تم تجهيزه ان يكون 2.2 ايش ما كانت قيمته واللي عنده مشاكل بحفظ الصور بإضاءة عالية غير طبيعي أو إضاءة منخفضة غير طبيعي الآن دعوة خير السلام عليكم جميع